بسم الله الرحمن الرحيم طلبتنا لأعزاء السلام عليكم هذا احنا رح نتكلم اليوم عن بعض المواضيع اللي اطلقنا اليها في بداية هذا الفصل الدراسي وهذا عندنا الرفرنس للكتاب اللي اعتمدت عليه في هذه المحاضرات وممكن أن تجدون نفس التفاصيل في مصادر كثيرة أخرى وفي تيوبات أخرى إذا تحبون تتوسعون أو إذا عندكم أي استفسارات أيضا ممكن نتواصل على الميديا المتوفرة في البداية رح نتكلم عن مواضيع عامة بالكروموتوغرافي عرفنا أنه الكروموتوغرافي is a powerful tool هو أداة قوية للفصل فصل مزيج غازي أو سائل فإذن هو يفصل إنه إذا عندنا مزيج النموذج غازي أو سائل ممكن أن يكون مفصلة إلى مكوناته باستخدام الكروموتوغرافي وهي أداة قوية بهذا المجال يعني حتى المواد أو المكونات اللي تكون إليها صفات متقاربة كيميائية وفيزيائية أيضا بالإمكان فصلها باستخدام تقنية الكروموتوغرافي المبدأ الفصل بالكروموتوغرافي بشكل عام يعتمد على الpartitioning of the sample mixture اللي هو توزيع مكونات النموذج بين طورين غير ذائب بعض أو غير ممتزجات between two emissable phases فعدنا طورين طور ثابت نسمي اللي هو عادة بعمود الفصل يكون packed بعمود الفصل وهذا نسمي stationary phase طور ثابت وعدنا أيضا طور متحرك اللي هو السائل هنا بالكروموتوغرافي بالسائلة ويكون غاز بالغاس الكروموتوغرافي بكروموتوغرافي الغاز وتتوزع هذه المكونات بين الطورين بسرعة مختلفة يعني هنا عندنا هذا النموذج متكون من ثلاث مكونات بهذه الوان مختلفة أخضر وأحمر وأزرق الأكيد أكو اختلاف ولو مهما كان بسيط بالذوبانية بين الطورين رح يؤدي إلى الفصل فاللاحظ هنا مثلا الأخضر كان سرعة الجريان المال مع هذا السائل عنده نزولة أكثر من البقية معناه هو ذائب أكثر بالطور المتحرك الأحمر أقل ذوبان بي والأزرق أقل وبالتالي أنه التوزيع بين الطورين يعتمد إذا كل ما يكون المكون المكون بالنموذج توزيع أكثر أو ذائب أكثر بالطور المتحرك فهو رح يكون يخرج أسرع من الكلام العمود بالنسبة لكثير من النماذج الصليبة ممكن أيضا فصلها بالاستخدام الكرومتوغرافي من خلال إذابتها مذيب مناسب ومن ثم يحقنها بال HPLC أو الLC نسميه اللي هو الكود كرومتوغرافي فهذا رح تخرج رح نلاحظ بالمخطط الثاني لاحظ هنا عندنا النموذج يحقن إلى عمود تفصل وينفصل به بهذا الشكل لاحظ هذا المادة الأولى المادة الثانية المادة الثالثة تنفصل بعمود الفصل وتخرج اجتباعا ونا لدينا ديتكتر مكشاف رح يتحسس خروج هذه المواد واحدة بعد الأخرى ويرسل الإشارة إلى الحاسب الآلي اللي رح يقوم يكون يرسمها فنلاحظ هنا هذا المحور هذا نسميه المخطط سنسميه كرومتوغرام مكون ينتج عن هذه العملية الفصل والكشف بالديتكتر والرسم ينتج رسم نسميه كرومتوغرام الكرومتوغرام هو عبارة عن محورين محور الأكس اللي هو عادة time بالمنتس أو volume بالمليلتر مع الريسفونس هنا اللي هي شدة الاستجابة فاللاحظ هنا رح تطلع عندنا peak 2 3 طبعا كل ما يكون التركيز المادة أو المكون أكثر كل ما رح ينطينا peak أكبر عموما أما تكون أعلى أو تكون الأفضل والأكثر دقة إنه المساحة اللي هي area under peak فالarea under peak هو تكامل رياضي يتم من خلال برنامج الجهاز مع الكرومتوغرافي فرح يحسب إنا الarea under peak ومن خلالها إلى علاقة مباشرة مع التركيز فأكبر هنا علاقة رح تكون بين المساحة تحت ال peak the area under peak with the concentration يزداد التركيز تزداد هذه المساحة under peak وبالتالي ممكن نرسم calibration curve لكل peak لكل مكون هذا calibration curve لمادة الأولى للثانية الثالثة ولكن كيف نعرف نعرف شنو المادة الأولى أو الثانية أو الثالثة هذا موضوع آخر هنا لدينا شي الزمن اللي تخرج بيه peak نسميه retention time زمن مع الفصل ف تعتمد هذا retention time على هذا الظروف في ظروف مماثلة المفروض يطلع عندي retention time بنفس الوقت فإذا أطبق ال procedure بحذافيرة تطلع عندي retention time الأول للمادة الأولى والثانية لمادة الثانية بنفس الوقت ولتأكد أنه هذه المادة عندي الأولى الثانية الثالثة لازم عندي مادة نقية منها مثلا المادة الثانية أنا أعرف شن هي أجي أحقن مادة نقية بهذا الظروف standard للمادة الثانية وأحسن أشوف وين يطلع بأي مكان إذا طلع هنا أقول هذه هو المادة على سبيل المثال في نون فأنا أعرف أنه بما أنه طلع بنفس الوقت فأنا أقول هذه إذن البيك ما للفينون هذه فإذا تطلع بهذا المكان نفس فهي نفس المادة غالبا فإذا retention time نحدده من خلال standard الاعتماد على standard نلاحظ هنا من الرسم أنه عدنا من بداية المحور إلى هذا الزمن نرمز t small t أو كابتل تحتها هذا retention time لهذه البيك اللي هو زمن احتجاز هذا الماد اللاحظة سنرجع للرسم اللي قبل لاحظ أنه عدنا هنا بيك صغيرة بالبداية هذه نسميها void أو dead time void أو dead time أو hold up time الفكرة منها هذه أنه هذا هو الزمن الميت يعني معناها الزمن اللي تستغرق مادة لا تعاني احتجاز نهائيا للخروج أو عبور العمود بمعنى آخر هو الزمن اللي يستغرق المذيب من بداية العمود لنهايته فهذا تطلع عندي هاي الاشارة هذه ليست لأحد المواد هذه المذيب فقط وبالتالي هذه نرمز لها T sub M اللي هي retention لأفو dead time نرمز لها T sub M أو T نوت اوكي عندنا ايضا مصطلح آخر اللي هو T prime R sub R اللي هو adjusted adjusted retention time اللي هو TR ناقصا TM أو T نوت هذا ايضا مصطلح آخر مهم نعرف عندنا هذا منحن التوزيع الطبيعي اللي هو نسمي Gaussian curve هذا الشكل فالبيك النموذجية تكون تتخذ هذا الشكل اي انها تصل الى نقطة الصفر من الجهتين وتكون symmetrical متماثلة وتكون كل ما تكون ضيقة يكون ما تكون افضل فاللاحظ هنا هذه الى الى حد ما هذه متداخلة شوية الى الى حد ما ولكن ليست مثالية هذه الى فالدينا اربع مركبات ولكن ليست ممفصولة بشكل تام تلاحظون من تحت سر هنأخذها بتفصيل اكثر انه لازالت الحزم غير ممفصول بشكل تام عن بعض البعض بالتالي هذا رح يسبب بنا انه يكون الحساب ليس بالدقة المرجود الحساب ما يكون دقيق جدا الكمي يعني تركيز المادة اللي نحسب هس هنا بعض المتغيرات المهمة المهمة انه نفهمها ما رح ادخلكم تفاصيل كثيرة اللي رح يعني يكمل بحث مالة الكروموتوغرافي رح نتوسع ب اكثر حاليا اللي همنا من الموضوع انه عدنا السيغ ما هنا هي standard deviation عن نقطة الاصل بالبيك وسيغ ما ستار الف وسيكوير اللي هي الvarian وهذه مهمة نفهمها هذا ادنى هذه ارتفاع الحزمة اللي هي نسميها البيك هايت وب المنتصف في منتصف الارتفاع هذا الارض ال w half نسمي width of peak at half weight الهايت العفو وبالتالي ايضا هذه مصطلح مهم رح نشوف بقوانين ثانية نستخدم اكثر من هنا هناك نظريتين في الكروموتوغرافي الاكثر شهرة في تفسير كيف يتم تتم عملية الفصل مكون خلال مرور بعمود الفصل بالنسبة النظرية الاولى اللي هي plate theory نظريات الصفيحة هذه نظريات الصفيحة او الصفائح نسميها plate theory تفترض التالي تفترض انه عمود الفصل طولة L capital L مكون من عدد كبير من الصفائح النظرية theoretical plates اللي نرمز لها بال N فهذه افتراضية والسمك الصفيحة الواحدة او ارتفاعها نرمز لها بال H او H وهناك حالة اتزان تحدث للمذاب او المادة المراد فصلها تركيز المادة بين يتوزع بين طور المتحرك والثابت هذه حالة اتزان تحدث عد كل صفيحة وبالتالي بازدياد عدد الصفائح النظرية تزداد كفاءة الفصل والقام المالت هنا بسيط H يساوي L على N هذا الاتزان لتركيز المادة بين الطور المتحرك والثابت الذي يحدث عد كل صفيحة نظرية له ثابت نسمي Nervous Partition Coefficient OK نساوي Equilibrium Constant وثابت الاتزان طبعا هذا ثابت الاتزان يساوي تركيز Constration للمادة المذابة في الطور الثابت Station Phase على تركيز ها بالطور المتحرك وهذا يختلف على طول العمود عمود الفصل أيضا فاللاحظ هنا مثلا ويعتمد أيضا على ال Mobile Phase فاللاحظ هنا قيمته كبيرة جدا تكون إذا كان الطور Mobile Phase غازي وتكون طور إذا كان الطور سائل يكون أقل بكثير وبما أنه تركيز المادة رح يكون غير متساوي على طول العمود يكون مكانات بها تركيز عالي وأخرى ما بها أصلا تركيز ومكانات أخرى بها تركيز قليل وبالتالي أنه رح يكون عدي مختلف التركيز بين الطور ولكن النسبة ثابتة فالكي رح يبقى ثابت على طول عمود الفصل بالمكانات اللي بها تركيز للمكون من المتغيرات المهمة في نظرية الصفائح Play Theory هو Theoretical Efficiency أو نرمز لهنانا بالCaptal N هذا هنا هو يمثل لنا كفاءة العمود كل ما كانت كفاءة العمود عالية كل ما يطلع عندنا هذا الفاكتر الآن يطلع عنده قيمته عالية اللحظة هنا ممكن أنه يتم احتسابه بالشكل التالي N يساوي أنه 16 مضروب في طبعا هذا N ينحسب لكل مادة واحد يعني إذا عندك مزيج من 10 مكونات بالمزيج الواحد ويطيني 10 بيكات كل وحدة اللي هتكون قيمة N مختلفة عن الأخرى فاللاحظ هنا N تساوي 16 في retention time للبيك اللي نريد نحسب لها قيمة N تربيع مقسومة على عرض الحزمة من الأسفل W سيكوير أو ممكن احتسابها أيضا بالشكل التالي اللي 5.54 5.54 TR سيكوير اللي هو retention time على البيك و مقسومة على عرض منتصف الحزمة تربيع عرض منتصف الحزمة تربيع فالثنين عادتين تطغير نفس النتاج أيضا عندنا مصطلح آخر اللي هو effective plates number اللي هي n effect هذه نفس الشيء بالضبط ولكن نستخدم مكان ال retention time نستخدم ال adjusted retention time اللي هي retention time minus dead time وبالتالي إنه نلاحظ نفس القوانين اللي شفناها قبل قليل الفاكتر الآخر اللي يعبر لنا عن كفاءة العمود أو الفصل أيضا اللي هو edge high equivalent to athletic plate هذه سمكل ال n سمكل الطبقة هذه النظرية واللي يحدث عده الاتزان وال h أيضا ليس له قيمة ثابتة بل قيمته تعتمد على نوع المركب المراد فصله وظروف التجربة أيضا مثل مثل ال n الآن مثل ما فهمنا أنه عدنا كل مادة لها retention time خاص بها يقاس بال minutes وممكن نستخدم مكان retention times اللي هو T sub r نستخدم retention volume فالمحور يكون بدل ما يكون time بال minutes يكون بال volume بوحدة الملي letter و للتحويل بين volume و يعني view of r sub r و t sub r بين retention volume وال retention time ممكن أنه نضرب time في flow rate سرعة جريان الطور المتحرك mobile phase اللي هو أنقيس سرعة الجريان هنا بال milliliter per minute نضرب بي نحول من وحدة إلى الأخرى وممكن أيضا حجم البيك أيضا ممكن نعرف من خلال حاصل ضرب عرض الحزمة من الأسفل مضروب في flow rate المobile phase أيضا المصط إذا نستعرف TR والVR اللي هو retention time retention volume وعدنا hold up volume أو dead volume أو void volume كل صحيح لv sub m أو v 0 اللي هو طبعا أيضا عرفنا اللي هو الزمن اللي لازم لمرور مادة لا تعاني احتجاز مطلقا خلال عمود الفصل فإذا هذا أيضا واضح والآن نجي على مصطلح مهم جدا اللي هو retention factor أو نسميه capacity factor ونرمز له بالرمز small k فعند مرور كتلة لمركب نرمز له هنا M sub t خلال عمود الفصل فإنه رح تنفصل إلى كم 200 بين جزء من الكتلة يروح بالطور المتحرك mobile phase وجزء آخر من هذه الكتلة المارة بعمود الفصل يروح للطور stationary phase طور الثابت وخلال نزول هذا المكون أو هجرته إلى أسفل العمود هذه النسبة بين كتلة المكون في الطور الثابت إلى كتلته في الطور المتحرك هي ثابتة ونسميه هنا capacity or retention factor capacity factor هو الأكثر استخداما وهنا يساوي أنه حاصل ضرب التركيز بالسرعة بالحجم وهذا هو القانون العام تركيز المادة في حجمها وتركيز المادة في حجمها بالطور المتحرك بالثابت والمتحرك قيمة capacity factor التي تعبرنا أيضا عن كفاءة عملية الفصل أيضا تعتمد بشكل كبير على نوع المركب مثل ما أسلف نظروف الفصل وتكون هذه القيمة تتراوح بين الواحد والخمسة خارج هذا النطاق أنه تكون عندنا إذا كانت أقل من الواحد في الفصل غير جيد وإذا كانت أكثر من الخمسة معناها أنه عملية القياس تتم خلال وقت طويل غير ضروري يعني ممكن اختصار عملية القياس إلى زمن أقصر لنفرض أنه تنفصل بعد عشرين دقيقة بينما إحنا رح يظهر عندنا وممكن أنه نقلص هذا الوقت إلى مثلا سبع دقائق طبعا أكيد يكون أفضل أنه نقلص الوقت مادام نقدر نحصل على فصل تام للبيك للحزم نلاحظ هنا بهذا المخطط كيف تم احتساب قيمة K لكل بيك على حدة هذا البيك الأولى والبيك الثانية K1 وK2 وطلعت قيم هم 3.something وبالتالي معناها أنه الفصل جيد طبعا من خلال العفو لاحظ قيمة separation أو selectivity factor بين هذه الحزم هو أيضا أكثر من الواحد وهذا جيد يعني معناها الفصل تام بين هذه الحزم أيضا